السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبإذن الله في هذه الحلقة المطولة سأتحدث عن حضارات العالم الجديد بالنسبة لحضارات العالم الجديد أول سلسلة تكلمت عنها في القناة كانت سلسلة الأستك والحمد لله حققت نجاح كبير والناس لحد اليوم يسئلون عن هذه السلسلة أحبيت أن أعيد الحديث عن العالم الجديد وبإذن الله راح تكون في حلقات مطولة قادمة عن العالم الجديد وعن تاريخ أمريكا بإذن الله وعن بعض الدول في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية هذه السلسلة أنا أعتبرها مقدمة لكل السلاسل اللي بنتكلم فيها عن تاريخ أمريكا لأنه في هذه السلسلة راح أتكلم عن حضارات بشكل بسيط وراح أطرح فيه مقدمة عن كل حضارة راح نتكلم عن المايا وعن الآستك وعن البنتو وعن حضارات الميسيسيبي وكثير من الحضارات أتمنى تكون هذه الحلقة المطولة مفيدة لكم وأتمنى أن تكون مرجع لكل من يحب يتكلم عن التاريخ في قناة ورق أحاول أطرح مواضيع مختلفة منها تاريخ الحضارات وتاريخ الدول وأيضا مواضيع مختلفة منوعة تابعوني وشاركوني في التعليقات واخترحوا عليه المواضيع القادمة نبدأ معكم الفيديو وأتمنى أن يحوز على إغلاقكم كانت قارتي أمريكا آخر الأراضي التي استوطنها البشر وعلى رغم ذلك فقد ظهرت ثقافات معقدة ومجموعة واسعة من الحضارات التي تعتبر منافسة لحضارات العالم القديم وأشهرات المجتمعات التي ظهرت كانت الميسو أمريكا والمناطق الإندية في جنوب أمريكا كل ما حققوه هؤلاء الأمريكيين الأوائل كان دون الوصول إلى عديد من الأدوات المتاحة في العالم القديم مثل العجلة والخيول والتي كانت موجودة في الأمريكيتين قبل انقراضها ينقسم تسلسل الزمن في الأمريكيتين إلى خمس فترات زمنية أولا العصر البايلو أنديان ثم العصر الحجري الحديث ثم العصر التشكيلي والفترة الكلاسيكية وبعدها الفترة ما بعد الكلاسيكية هذا التسلسل عام جدا وتختلف السنوات بشكل كبير بين المناطق المختلفة تبدأ قصة البايلو أنديانز أو الأمريكيين الأوائل عندما دخل أول إنسان للقارتين وبعده بقرون هبط كولومبوس لأول مرة في البحر الكاريبي وأدرك الأوروبيين أن هذه الأرض الجديدة ليست الهند وافترضوا أن السكان المحليين قد جاءوا بنفس الطريقة التي جاءوا بها عبر الأطلسي لكن هناك آخرين افترضوا أنهم أحفاد بحار ماهري مثل الفينيقيين أو القبائل المفقودة من العالم القديم لم يدرك الأوروبيين من أن السكان المحليين كانوا يعيشون في الأمريكيتين ليس لبضعة سنوات من السنين فحسب بل لآلاف السنين بعض النظريات تشير أن مجموعات صغيرة من البشر عبروا الأمريكيتين من آسيا عبر مضيق برينينغ والذي كان جسر بري في ذلك الوقت يبدو أن البيانات الجينية تؤكد التشابه بين السكان الأمريكيتين وأهل شمال آسيا لكن لا يوجد تحديد بالضبط متى حدثت هذه الهجرات ولكن يمكن أن تكون قد حدثت قبل 15 ل20 ألف عام يعتقد العلماء من أن هذه الهجرات استمرت في موجات حتى نهاية العصر الجليدي وعندما ذاب الجليد وغمرت المياه الجسر البري أن عزل هؤلاء المهاجرون في الأرض الجديدة هناك العديد من النظريات البديلة حول استيطان الأمريكيتين مثل وصول مستوطني مبكري من جنوب المحيط الهادي أو عبر المحيط الأطلسي من أفريقيا وهناك من يزعم بأنهم قدموا من أطلانتس الأسطورية بغض النظر عن الوقت الدقيق فمن الواضح أن البايلو أنديانز كانوا يعيشون في الأمريكيتين قبل 12 ألف عام على الأقل هؤلاء انتشروا من الشمال الجليدي وتوسعوا نحو الجنوب ووصلوا في النهاية إلى طرف جنوب أمريكا كان الأمريكيين الأوائل صيادون ويعيشون في مجتمعات تماما مثل نظراءهم في العالم القديم استفادوا أيضا من الحيوانات الضخمة التي كانت تعيش في القارة قبل انقراضها بسبب التغييرات المناخية والصيد المفرض مثل مجتمعات الحجرية الأخرى عاشوا في مجتمعات متنقلة صغيرة حدد التحول إلى الزراعة في وقت لاحق من العصر الحجر الحديث خلال مرحلة انتقالية عرفت باسم الفترة الحجرية الحديثة كانت الذرة أو الذرة الحلوة المحصول للرئيسي حيث كان يتم زراعتها في المكسيك قبل 9000 عام مما جعلهم أول من يروض هذا النوع من الطعام بفضل الذرة ظهرت أول حضارة في أمريكا الشمالية بحلول عام 2000 قبل الميلاد وهي مرحلة تسمى بالقبلية في الميسو أمريكا وبحلول عام 1600 ظهرت حضارة الأوليميك بعد فترة الإيريكيك بدأت تسلسل الزمني يختلف في المناطق المختلفة اعتبارا من حوالي 2000 قبل الميلاد يمكن تقسيم التسلسل الزمني للميسو أمريكا إلى ثلاث أجزاء وهي ما قبل الكلاسيكية والعصر الكلاسيكي واللاحق الكلاسيكي تقدم المرحلة ما قبل الكلاسيكية تطور القرى الكبيرة واعتماد على الزراعة والهندسة المعمارية الدينية الكبيرة وكانت هذه الفترة مميزة بشكل رئيسي بوجود حضارة الأوليميك كان الأوليميك يمارسون الزراعة في الأراضي المنخفضة المستنقعة في المكسيك وعلى ضفاف الأنهار الممتلئة بالطمي وهم معروفون بالصورة واسعة بنحتهم الأحجار والنصب التذكارية في سان لورونزو والمناطق الأخرى هناك بنو أكبر بناء لهم وهو هرم بارتفاع 30 قدم وكانوا يمارسون الطقوس الدينية في هذا الهرم كما أن الأوليميك أنتجوا نظام كتابة عرف باسم الهوليغريفي الأوليميك أو الرموز الأوليميكية وهو نظام كتابة لم يتمفك شفراته حتى اليوم قد يكون هذا النظام هو أساس نظام الكتابة الذي انتشر بين المايا بعد ذلك كان المجتمعات الأوليميك مرتبة بطريقة مختلفة حيث كانت الطبقة الوسطى من الحرفيين مسؤولة عن إنشاء رؤوس الأوليميك الضخمة المصنوعة من الصخور القاعدية أكبر هذه الرؤوس كان بارتفاع يزيد عن 11 قدم شكل هذه التماثيل حتى اليوم مثير للجدل وهذا أمر شاع جدا في الثقافات الأمريكية القديمة من الدقوس التي كان أهل هذه الشعوب يمارسونها في ذلك الوقت كانت لعبة الكرة الميسو أمريكية وهي لعبة احتفالية يتم لعبها في ملعب كرة مع كرة مصنوعة من المطاط الصلب تزن حوالي 9 أرطاء كان المطاط المستخدم مصنوع من عصارة شجرة المطاط لهذا حملت هذه الحضارة اسم شعب المطاط جعل المطاط الأوليميك أثرياء للغاية حيث تم تداوله في جميع المناطق المجاورة في نهاية المطاط قام الأوليميك في مزج عصارة المطاط مع مكونات أخرى مما أدى إلى إنتاج قوام جديد يمكن استخدامه في صنع مواد أخرى مثل الأحذية استمرت حضارة الأوليميك لحوالي 1000 عام ثم انحدرت وانهارت في نهاية المطاط في حوالي 400 قبل الميلاد في ذروتها كانت تغطي معظم الميسو أمريكا مما أثر على الكثير من الثقافات اللاحقة نرى هذه الجوانب من تقالية الأوليميك في الحضارات اللاحقة في الفترة الكلاسيكية بلغت هذه الحضارات ذروتها فيها كانت هناك ساربتك أو الشعوب الغيوم والذين كانوا متمركزين في الموني ألبان في وسط المكسيك في الأراضي العالية بالقرب من ولاية أكاخا الحالية وعلى رغم ظهورهم في 500 أو 600 قبل الميلاد إلا أنهم وصلوا في ذروتهم خلال العصر الكلاسيكي المبكى بنى ساربتك معابدهم وهرمهم في مونتي ألبان عالي في الجبل المضطل على الوادي بسبب ارتفاعهم عاش معظم السكان على جوانب الصخور المنحوطة في الجبال كان الغالبية من الناس في هذه الحضارة من الفلاحين أو الحرفيين وعلى رغم ازدهارهم في الفترة الكلاسيكية إلا أنهم بدأوا بالانحدار ولهذا تركوا المونتي ألبان بشكل غامض بحلول نهاية الفترة في حوالي عام 900 بقت المجتمعات المعمارية الصغيرة على مدى القرون وبعضها لا يزال موجود حتى اليوم وكانت نايت اكوان المدينة الرئيسية الأخرى في الفترة الكلاسيكية موجودة بالقرب من مدينة مكسيكو الحالية تم تأسيسها على الأرجح في حوالي 100 قبل الميلاد لكنها وصلت لذروتها في 250 إلى 500 ميلادية وهي تعتبر أول مدينة حضارية في الأمريكيتين حيث بلغ عدد سكانها بين 125 إلى 200 ألف نسمة مما جعلها المركز الحضاري السادس في العالم في ذلك الوقت في قلب المدينة زينت المعابد والقصور الطريق الرئيسي والذي يسمي بشارع الموتى لأنه كان يؤدي إلى هرم الشمس وهو الاسم الذي أطلق عليه في وقت لاحق وكان أعلى هرم في الأمريكيتين وثالث أكبر هرم في العالم من حيث الحجم وأيضا كان هناك هرم القمر مقابل هذا الهيكل الضخم هناك أدلة على التضحيات البشرية التي تم إجراءها في هذين الهرمين ويعتقد أن الكهنة استخدموا البولك وهو نوع خاص من الخمور خلال الاحتفالات الدينية بالقرب من المدينة كان هناك أسواق حيث يتم تبادل السلع مثل الريش والمطاط والمنتجات الغذائية المختلفة كان أيضا هناك الزجاج البركاني والذي يعتبر منتج رئيسي في هذه الأسواق وممكن أن يكون السبب هو موقع المدينة والذي كان بالقرب من منجم زجاج بركاني استخدم هذا السجاج لصنع عدوات خاصة مثل السكاكين الدينية والمرايا والتي تم تصديرها إلى جميع أنحاء الميسو أمريكا من تخطيط المدينة يبدو أن هناك فئات متميزة من السكان عاشت الطبقات النخبوية في المساكن بالقرب من المنطقة الرئيسية بالقرب من شارع الموتى وكانت المباري مزينة برسومات جدارية تصور موضوعات دينية في حين عاش العمال والحرفيين في مجتمعات الشقق في المدينة المعروفة باسم المجتمعات الحيوية والتي تم بنائها جميعا على شبكة مستطيلة مفصولة بالطرق اقتصاد هذه المنطقة كان يعتمد على زراعة بفضل الموقع في وادي المكسيك الخصب حيث كانت المنطقة عبارة عن مستنقعات رطبة وتتجمع فيها المياه المذابة من الجبال القريبة وبسبب التربة الخصبة ومصدر المياه الوفير أصبح هذا الوادي واحد من أفضل مناطق الزراعة في الميسو أمريكا تراجعت قوة المنطقة بشكل تدريجي بعد ذلك ومن الممكن أن الشتاء البركاني لعام 536 أدى إلى نهاية هذه المدينة الكبيرة بعدها تم نهب المدينة وحرقها في النهاية ربما كان على يد سكانها الأصليين الذين هربوا وحملوا الكثير من الثروة وبحلول عام 700 تم التخلي عن هذه المدينة المقدسة شرق وادي المكسيك ظهرت أشهر الحضارات الكلاسيكية وأطولها عمرا وهي تقع في كواتيمالا ويوكوتان استمرت حضارة المياه بشكل ما في معظم فترات التسلسل الزمني للميسو أمريكا خلال فترة التشكيلية أو الفترة السابقة الكلاسيكية كان المايا يزرعون الذرة والبطاطا الحلوة والمايونيك في المناطق المنخفضة وشبه الجزيرة اليوكوتانية وكانوا يزدادون ببطء من حيث العدد لهذا تواصلوا مع حضارة الأوليميك والتي كانت في الغرب منهم كانت أشرار الكاكاو الذي يطلق عليها المايا اسم الكاكاو وفيرة ومنها صنعوا مشروبات الشوكولاتة والتي تحمل اسم كاكوات واستخدموا ثمرات الكاكاو كنوع من العملة المايا أيضا أنتجوا نوع من الخمر باستخدام لوب الفاكهة كان طعم الشوكولاتة أكثر مرارة بكثير ولم يتحول إلى حلوة إلا عندما أضاف لها الأوروبيين الحليب والسكر في وقت لحق وقد تكلمت عن تاريخ الشوكولاتة وتأثير حضارة المايا عليهم في حلقة سابقة توسعت حضارة المايا مع نمو عدد سكانهم وبدأت تتشكل المدن الصغيرة وبحلول عام 250 بدأت الفترة الكلاسيكية ووصلت حضارة المايا إلى ذروتها كانت تيكال واحدة من أكبر مراكزها الحضارية والتي يعتقد أنه وصل فيها عدد السكان لمائة ألف نسمة تطور المجتمع إلى حضارة متطورة خلال هذه الفترة مع نظام سياسي معقد ففي القمة من التسلسل الهرم للمايا كان الملك والذي يحمل اسم أهيو وهنا تم بناء البيت الرابع عشر من الكابان والذي كان قصر مهيب عمل على بنائه العشرات العلاف حول الحكام كان هناك النبلة والأرستقراطيين الآخرين الكثير منهم كان يعمل في مناصب الكهنة والكتاب وأيضا كان هناك منصب الرسام والذي يعمل في عرش الملك مع نمو المجتمع خارج القصر ظهر عدد متزايد من الحرفيين وشكلوا الطبقة المتوسطة وكان معظم سكان المايا من المزارعين كانت البيوت مبنية من القش وكان العمل في المزرعة مقسم حسب الجنس حيث كانت للنساء النبيلات بالطبع المزيد من الحرية من النساء الفقيرات ولعبنا أدوار في الحياة الدينية والسياسية في مدينة بالينكي والتي كانت واحدة من أقوى مدن المايا أصبح باكا الملك عن طريق سلالة والدته وجدته حيث كانت والدته حاكمت المدينة لعدة سنوات وحاكمت جنبين إلى جن مع ابنها لمدة 25 عام الملك باكو العين أمه كإلهة بهدف تشريح حكمه والذي استمر لمدة 68 عام مما يجعله من أطول حكام ملكا في التاريخ كانت المايا مثل باقي حضارات الميزو أمريكا يعتنقون دين وثني وهناك الزمانة وهو الإله الرئيسي للمايا وهو حاكم السماء والنهار والليل كان المايا يؤمنون من أنه خالق للكون وهو من منحهم معرفة الذرة والأدوية والكتابة كانوا يعتقدون أيضا بوجود آلهة آخرين بجانب الإله الرئيسي وأهل المايا كانوا يقدرون النمر الوحشي لذلك تم تصوير الكثير من آلهتهم على شكل هذه الحيوانات إله النهر الوحشي للنار الأرضية أو فارس الشمس النمر والذي كان إله مرتبط بالحرب أو العالم السفلي تم إجراء التضحيات البشرية بشكل رئيسي على أسرى الحروب ذوي المراتب العليا حيث كان من المعتقد أن قطع رئيس حاكم العدو من أعظم الهدايا المقدمة للآلهة وكان استخراج القلوب أيضا هدية للآلهة كان التقص غالبا ما ينتهي برمي الجثة الخامدة على درجات الهرم الهرم عاد ما يقع بالقرب من مركز المدينة ليكون النواة الدينية للمدينة وبالقرب منه كان الملعب المقدس للكرة وهو الملعب الحجري والذي كان مستطيل الشكل وبه حلقات معلقة على الجدران أو المنحدرات القريبة كان على اللاعبين تمرير كرة مطاطية ثقيلة من خلال هذه الحلقات باستخدام فقط الوركين أو الكتفين أو الفخذين لم تكن هذه مجرد لعبة بل كان التقص ديني يجب إكماله لإرضاء الآلهة ومن الممكن أن يتم إجراء تضحيات بشرية بعد نهاية المباراة وحيانا يكون بقطع الرأس أو فتح البطن تنبع هذه الألعاب من أسطورة التوأمين والذين أغاضوا آلهة الموت بضجيجهم وتم خداعهم للنزول إلى شابالبا العالم السفلي هناك تحدوا أهل العالم السفلي في لعبة كرة وخسروا لهذا تم قطع رأس أحد التوأمين مما أدى إلى ولادة اللعبة في حين أن الأولمك وغيره تطوروا أنظمة الكتابة إلا أن الكتابة في عهد المايا كانت أكثر تطورا بدأت الكتابة خلال الفترة ما قبل التاريخ ولكنها أصبحت نظام معقد من الرموز المعقدة التي تمثل كلمات كاملة والرموز الصوتية التي تمثل مقاطع الصوتية تمثل عديد من رموز التواريخ في التقويم المايا استخدمت سجلات من المايا فئة من الكتابة لكتابة سجلاتها على جلود الغزلان أو لحاء الأشجار بسبب هذا لم يبقى من هذه السجلات المكتوبة الكثير بسبب المناخ الحار والغزو الأوروبي الذي تلاه قساوس الأسبان قاموا أيضا بحرق السجلات بشكل عشوائي لهذا خسرت تاريخ الكثير من الوثاق التي تتكلم عن تاريخ أهل المايا في مدينة بانكي الواقعة في أعماق الغابات في المكسيك ظهر نقش على حجر مكتوب عليه هذه العبارة هذا كل ما تبقى حصل علماء الآثار على ثروة حقيقية من المنحوتات من أهل المايا وهناك مثلا معبد النقوش والذي كان نصب التذكاري لهابر كول والذي بني في منتصف القرن السادس الميلادي وفي غرفة تحت الأرض كانت قبره والذي كان يحتوي على لوحة كبيرة من الحجر الجيري مغطى بالكتابة الماية وكشف بفك شفرة هذه الكتابة عن هوية كول أول شخصية تاريخية للمايا أدت النقوش إلى العديد من نظريات المؤامرة والتي فسرت العديد من الرموز على أنها مركبات فضائية أو كائنات فضائية أهل المايا كانوا مهتمين بشكل كبير بالفلك حيث حفظوا السجلات حول كواكب بشكل رئيسي لمساعدتهم في التحفيز لبعض التقوص الدينية والتقاليد فحينما تظهر الزهرة في موقع معين فأن الوقت مناسب للحرب التقليدية كان استخدامهم للتقويم طويل لفترات زمنية أطول لذلك كان يستخدم في الغالب في النصب التذكارية وكانت دورة المايا محددة لتنتهي في عام 2012 مما أدى إلى الاعتقاد الشائع بأن العالم سينتهي في ذلك العام لكن في الواقع تحول التقويم إلى الباكتون التالي وهو الباكتون الرابع عشر حيث سيكون الباكتون الخامس عشر في السادس والعشرين من مارس من عام 2407 كما في أوروبا كانت الممالك في حالة حرب مع بعضها البعض وكان لديهم طقوص كاملة محددة خصيصا للحرب حيث كانوا بحاجة إلى الأسرى للتضحية للآلهة هناك أدلة على أن الجنرال الذي يحمل اسم النار انتقل من مدينة تيكال المايا في عام 378 مع الجيش من محاربين ملقبين بالثعابين وكان يعمل على الأرجح على خدمة قائد يحمل اسم البوم هوهو القائد المحتمل لتياتيو خان في ذلك الوقت أخذ القائد النار المدينة بمساعدة من السكان المحليين هنا تم تنصيب ابن حاكم تاتيو خان والذي يحمل اسم أول تمساح كملك تابعت تيكال النمو لتصبح القوة الرائدة في حضارة المايا وخلال القرن السادس كان تيكال وكالموكول في صراع مستمر وفي النهاية حصلت تيتال على مزيد من الدعم وفازت في معركة حاسمة في عام 695 وانتهت آخر سلسلة كبرى من الحروب في عام 744 حيث قمعت تيكال حلفاء كالموكول وهزمت منافسيها وفي نهاية الفترة الكلاسيكية التي انتهت في حوالي 900 كان القرن الأخير يسمى الفترة الكلاسيكية النهائية وذلك بسبب انخفاض حاد في مدن المايا وخلال هذا الوقت اوقف العمل على نحت الحجر في كابان وبعدها بفترة وجيزة انهارت بانكي وتيكال في منتصف القرن الثامن الميلادي لا نزال لا نعرف اليوم ما تسبب في هذا الانحدار سواء كانت الحروب الداخلية او الجفاف الشديد الذي كان بسبب التغييرات المناخية او الامراض ومن الممكن ان يكون خليط من هذه العوامل لكن الكثير يعتقدون انه لم يكن هناك انهيار حقيقي لانه على الرغم من تخلي معظم السكان على المدن الوسطى الا ان السكان هربوا شمالا الى الغابات واستمروا في تقليد حضارة المايا وقاموا بتطوير مراكز حضارية جديدة مثل تشيتشين ايتزا وتولوهون وخلال الفترة اللاحقة للفترة الكلاسيكية من عام تسعمية حتى بداية القرن الخامس عشر فقدت الحضارات الكبرى للفترة الكلاسيكية الهيمنة واستبدلت بظهور امبراطوريات جديدة محبة للحروب خلال هذه الفترة الاخيرة قبل الاستعمار حيث شهدت بداية الفترة اللاحقة ظهور المجتمعات الجديدة ذات الطابع الاكثر عسكرية في الميسو امريكا انتشر الشعب جديد في صحاري الشمال واستقروا في وسط المكسيك بحلول القرن التاسع الميلادي واستوطنوا تولا لملء الفراغ السلطوي الذي تركته سقوط الحضارات المجاورة ليس لدينا مصادر معاصرة لهذا الشعب والذي عرف لاحقا باسم تولونتيك استضعت تولونتيك السيطرة على تولا لعدة قرون وشكلوا امبراطورية من الدول الصغيرة المحيطة بها تسبب الجفاف المستمر او الثورات او الصراعات الداخلية في انحدار التوتليك وبحلول 1122 انهارت الحضارة ليظهر فراغ سلطوي جديد في المكسيك لكنه لم يستمر طويلا حتى تحركت مجتمعات جديدة الى الوادي اصبحت المكسيكا الحضارة المزدهرة الابرز في الميسو امريكا في الفترة اللاحقة وفقا للأسطورة فان المكسيكا نشأت في جزيرة تدعى استلان وهي ارض بعيدة في الشمال ومن هذا الاسم سميت هذه الحضارة باسم حضارة الاستك وفي القرن الحادي عشر هاجر الاستك الراديكاليين من استلان وصلوا الى وادي المكسيك في وقت لاحق من القرن نفسه اشتقل ثقافة الاستك الرئيسية من الاراء الدينية الراديكالية حيث كان اله الحرب هويتشلوبوتشي الاله الرئيسي وعن طريق تكوين تحالفات مع المدن المجاورة اصبحت الاستك الثقافة السائدة في الميسو امريكا بحلول القرن الخامس عشر واسسوا عاصمتهم في تونتشتلان وهي مدينة عظيمة على جزيرة في بحيرة تاسكوكو تم اختيار هذا الموقع لانه وفقا للنبوءة شهدوا ظهور نسر عظيم يأكل ثعبان فوق البحيرة ومن هنا شرعوا في تأسيس الامبراطورية وبحلول عام 1428 كانوا جزء من التحالف الثلاثي مع اثنين من الحلفاء القريبين وكان واضح جدا من البداية ان التونتشتلان هي القوة العسكرية الرئيسية في الاتحاد لذلك كان يشار لهذا التحالف باسم الامبراطورية الاستكية وقد تكلمت بالتفصيل عن تاريخ حضارة الاستك في سلسلة خاصة نشرتها سابقا كان في رأس مجتمع الاستك الملك المطلق وزعم بانه ينحدر من الالهة وانه كان وسيط بين السماء والارض كان الجانب المثير للاعتماد في النظام الملكي هو ان الخلافة لم تورث بشكل مباشر الى الوريث التالي بل كان كل شخص من العائلة الحاكمة مؤهل للحصول على المنصب وكان يتم اختياره من قبل مجموعة صغيرة من النوبلاء بعد تتويج الملك يتم اسناد مجلس من المستشارين برئاسة رئيس الوزراء وعلى رغم ان الاستك كانوا يسيطروا على المنطقة الا ان معظم المدن كانت تتمتع بالحكم الذاتي وكانت تقوم فقط بدفع الضراء وكان ذلك عادة على شكل محاصيل زراعية او مواد او عبيد هؤلاء العبيد يتم جمعهم من قبل جامعي الضراء وكان كل من يعترض على الدفع يتعرض للتهديد والعنف كانت المناصب في الحكومة محفوظة للنوبلاء او اولئك الذين يمكن تتبع اصولهم الى عشيرة الاستك الرئيسية بالنسبة للشباب يتم ارسال الذكور من الطبقات النبيلة الى المدارس في المعابد وكانوا يؤدون اعمال يدوية وتدريب عسكري جنبا الى جنب مع التعاليم الدينية اما معظم السكان فكانوا مواطنين عاديين مع وجود حشد كبير من العمال المستعبدين والعمال الذين لا يملكون اراضي ويعملون في ممتلكات النوبلاء يمكن المواطنين العاديين ان يصبحوا عبيد لسداد الديون ثم يستعدون حريتهم لاحقا كانت الوحدة التنظيمية الرئيسية في المجتمع الاستك هي التبيتل او المدن الدول مثل تونتشتلان وكانت مدن الدول بدورها تتألف من عشائر تتمتع بانماط عمل مماثلة تسمى بيكالبولي وهو ما يعرف باسم البيت الكبير حيث كانت تونتشتلان تتألف من حوالي عشرين من هذه الكابولي وكان الكابولي بدورها تتألف من عائلات واقارب اخرين اعتمد الاستك على الزراعة وقاموا بتطوير تقنياتهم القديمة لزراعة الاراضي الرطبة بشكل افضل وكانت هذه التقنية تسمى بنظام تشنابا حيث كانوا يزرعون المحاصيل على جزر صغيرة في الاراضي الرطبة مما يحسن احتفاظهم برطوبة ويسهل نقل المحاصيل يمكن زراعة ما يصل الى ستة محاصيل في العام من تشنابا واحد وكان النظام فعال لدرجة انه لا يزال يستخدم حتى اليوم وصل المزارعون زراعة المحاصيل في تشنابا ونقل سلعهم عبر القنوات لبيعها في المدن في هذه المدن يقيم الكابولي في احياء مختلفة ويقدمون نوع مختلف من الخدمات حيث ان بعضهم كانوا يعملون في الحجر والبعض الاخر كانوا عمال في الصناعات المعدنية وكانت الكابولي تتألف من مجموعات عائلية اصغر في المدينة كانت العائلات الفردية تعيش في منازل صغيرة ذات غرف واحدة او غرفتين مع القدرة على الوصول الى الشوارع المزدحمة وفي المناطق الريفية كان يعيش المزارعون بالقرب من مجاري المياه وكانوا يتخذون احتياطات لمنع الفيضانات النساء كان لديهم المزيد من الحقوق من المجتمعات الكلاسيكية او ما بعد الكلاسيكية الاخرى وكنا قادرات على الامتلاك والوراثة وعلى الرغم من ان الزواج بين الطبقات الدنيا كان احادي الا ان النبلاء كانوا يمارسون تعدد الزوجات امتلك الاستك اكثر من مئة اله والعديد منهم مشتقون من نظرائهم في الميزو امريكا وكان الاموتيل هو الاسم الذي اطلقوه على زوج الالهة الخالقين والذين كانوا قادرين على فعل كل شيء لكن كان يؤمن اهل الاستك انهم ابتعدوا عن البشر لهذا اصبحت الالهة مثل كيتساكواتل او الثعبان المخضرم اكثر عبادة كانوا يعتقدون ان الهتهم جاءوا من المدينة القديمة تيتوكال وكانوا ينظرون الى التوتلك كاسلافهم الاسطوريين المحاربين الامبراطور الميتكازومة قام بعدة رحلات حج الى تيتوكال لتكريم هذه الالهة كما هو الحال في العديد من الديانات الميزو امريكا كانت ديانة الاستك قدرية للغاية وعلى عكس ديانات العالم القديم كان الاستك يعتقدون ان العالم او الشمس قد انتهت بالفعل وانبعثت من جديد اربع مرات في صراع بين الخير والشر وعلى رغم انهم عاشوا خلال الشمس الخامسة الا انه من المقدر ان يتم تدميرها ايضا وكان كل ما يمكنهم القيام به هو تأخير القيامة وللقيام بذلك شاركوا في ممارسة التضحيات البشرية لانهم يعتقدون ان هذا يرضي اله الشمس هويتشي لوبوتشي ويمنحهم وقت اضافي كان الذين يتم تضحية بهم يتم احضارهم الى الهرم او المزار ويتم استخراج قلوبهم وتقديمها كعرض مقدس للالهة وكان معظم الضحايا من الاسرة ولكن العبيد والمواطنين ايضا كان يتم استخدامهم كتضحيات في كثير من الاحيان كانوا مشاركين بشكل تطوعي حيث ينظر الى التضحية لاله الشمس العظيم كواحد من اعظم الامور المشرفة للانسان المورخون يقدرون عدد الذين تم تضحية بهم في المعبد الكبير الذي بني في وسط تينوشتلان باكثر من 80 الف انسان كان هذا المعبد هرم كبير مخصص لاله الشمس هويتشي لوبوتشي واله الامطار توللو تم تغطية الهرم بلوحات مشرقة ونحت فنون اخرى كانت قاعدته ضخمة وفي القمة كان هناك مزارات مخصصة لاله الشمس واله الامطار ليس لدينا الكثير من لوحات الاستك لكن الفاتحين الاسبان زعموا بان الفن كان رائع وقارنوه باعظم الفنانين في اوروبا كانت الاعمال مصطوعة من الحجر والذهب والفضة لا يوجد اي دليل على استخدامهم البرونز او الحديد كانت الاعمال الحجرية تمثل بشكل كبير الالهة وتصور الاحداث الدينية الاخرى يعتبر حجر الشمس الخامس او الحجر الشمس الاستكي اشهر نحت لديهم حيث يزن اكثر من 24 الف كيلوغرام وتم استخدامه في المعبد الرئيسي تم استمداد نظام كتابة الاستك من نظام النص القديم وكانت تستخدم رموز لتمثيل الاشياء والافكار ولكنها تطورت لتشمل عناصر الصوتية وكانت عادة ما تكتب في لحاء اشجار التين ما يعني ان معظم هذه الكتابات لم تنجوا من الغزو الاسباني امريكا الجنوبية ايضا كان لها حضارات متميزة خاصة بها تمتلك القارة نفسها حجم ضخم حيث تضم مناخات دافئة وباردة ومستنقعات وصحاري وجبال واراضي مخفضة عميقة اما النهر الامازون وهو النهر الذي يعتبر من اطول انهار العالم عبر غابات استوائية كثيفة بالنباتات والحيوانات البرية وجنوبا من ذلك وفي الجنوب هناك سهول ومروج تمتد غربا وتلامس جبال الانديس وتمتد سلسلة الجبال هذه على الجانب الغربي لامريكا الجنوبية من منضيق بنما الى منضيق ماجلان وتقع المنطقة الى الغرب من الجبال مما يجعلها واحدة من اكثر المناطق جفافا في العالم مثل ما وجدت في وسط امريكا تمتلك امريكا الجنوبية تسلسل زمني خاص بها وقد تم تسمية الفترات الزمنية هناك باسم الفترة القبلية للفخار والتي انتهت في حوالي 1800 قبل الميلاد تليها فترة الفخار تم تقسيم ثقافات الفخار الى ثلاث فترات زمنية تسمى الفترة المبكرة والوسطى والمتأخرة مع بعض المراحل الوسطية توجد دلائل على الزراعة في حوض الامازون في حوالي 6500 قبل الميلاد وفي وسط تشيلي والشمال بيرو بعد ذلك بقليل بحلول عام 3000 قبل الميلاد تم بناء المستوطنات على طول ساحل بيرو والاكوادور والتي اعتمدت بشكل رئيسي على صيح وكانوا اقدم من حضارات تشابين وحتى الالومبك بما يقرب الالفين عام ويتألف توروني تشيكو من الحاضنة السادسة والتي تطورت في نفس الوقت مع مصر القديمة في العهد القديم لكن تم تجاهل هذه المنطقة في بيرو الحالية بسبب جفاظها وعدم ملاءمتها لاي نوع من المدن القديمة والتي كانت تقع بينما يسمى بالظل المطري وهو الجبال من جهة والرياح التجارية من المحيط من جهة اخرى حيث تكون الامطار قليلة لذلك كان على توروني تشيكو الاعتماد على الري بشكل واسع وعلى الانهار الرئيسية فورتاليزا وباتفيليكا وسوباي لتوفير امدادات المياه المذابة من الثلوج الجبلية العلماء اليوم في نقاش حول ما اذا كانت هذه الحضارة حقيقية او مجرد خرافة ولكن هناك اتفاق على انها اقدم حضارة في جميع انحاء الامريكيتين بدأت هذه الحضارة كمجتمع بحري يصطاد الاسماك والمأكلات البحرية وازدهرت لاحقا بعد اعتمادها على الزراعة وازدهرت السكان حيث كانوا يمتلكون احدى المناطق الاكثر كتافة السكانية في العالم بحلول الالفية الثانية قبل الميلاد وكان الموقع الحضاري الرئيسي لهم في كارار لكن كانت التوني تشيكو قديمة للغاية مما يعني بانه لم يصل لنا الكثير حول هذه الشعوب الغامضة لذلك لم نجد فخار او فن بصري من اي نوع من هذه الحضارة كل ما لدينا هي هيكلهم العظمية الكبيرة وبعض الاعمال الارضية ظهرت توني تشيكو في حوالي 3700 قبل الميلاد وانهارت في نهاية المطاط في حوالي 1800 قبل الميلاد ويعتقد بان الناس تفرقوا للعثور على اراضي اكثر خصوبة استمرت هذه الفترة الاولية لحوالي 900 عام قبل ظهور حضارة الانديز الكبرى في حوالي 900 قبل الميلاد والتي تحمل اسم تشافين مما يشكل بداية الفترة المبكرة تميزت الفترة المبكرة بانتهاء العزلة الاقليمية والانتشار السريع لثقافة تشافين وقد اطلق على الثقافة اسم تشافين نسبة الى موقع اثري يدعى تشافين بهوانتارا وهو موقع يضم معبد حجري كبير والذي كانت تجرى فيه الاحتفالات الدينية وكان المعبد نظام تحت الارض من الانفاق والغنوات وكانت الممرات مليئة بالفنون ومن المرجح جدا انه كان يجرى في هذه الممرات تقوص خاصة خارج مجمع المعبد كانت هناك تماثيل حجرية لآلهتهم الى جانب الاهرامات وتم العثور ايضا على اعمال فنية معدنية من النحاس والذهب وفي حوالي عام 300 قبل الميلاد قاموا ببناء مرصد شمسي شمال ليما وفي حوالي 200 قبل الميلاد تفككت ثقافة تشافين مما ادى الى الفترة الوسطية الاولى والمعروفة باسم الفترة المبكرة انتقلت الثقافة الى الناسكا في الجنوب والى الموتشي بعد بضعة قرون في الشمال كانت ثقافة الناسكا معروفة بخطوطهم الناسكا الضخمة المنحوتة في التربة الصحراوية ولا يزال الغرض منها غامض مما ادى الى العديد من نظريات المؤامرة وكان هناك مشروع اخر يحتاج الى العديد من العمالة وهو بناؤهم للبوكيوس وهي السلسلة من القنوات الجارية تحت الارض تم استخدامها لنقل المياه الى مسافات طويلة دون الخوف من التبخر وكانت الموتشي تعيش في الشمال بالقرب من نهر رئيسي يحمل نفس الاسم والذي يتتفق من جبال الانديز الى المحيط الهادي وفي عاصمتهم التي ربما استوعبت اكثر من عشرة الاف نسمة كان هناك هرمان كبيران بارتفاع يصل لمئة قدم تقريبا وكان اكبرهم يسمى بمعبد الشمس وكان معبد القمر الذي بني على جانب الجبل مزين بلوحات جدارية تصور آلهتهم ومعاركهم وتضحياتهم وتتميز تماثيل الموتشي الضخمة المصنوعة من الخسف بتأثيرها على الحرفيين في القرى والمدن المجاورة لوادي النهر مما يعني ان تأثيرهم امتد على طول الساحل بعيدا عن مجتمعهم الخاص يمكن اللاحظة هذا في اوانيهم الفخارية والتماثيل واللوحات التي تصور الجنود والتضحيات البشرية كانوادي النهر الخصف الخاص بهم على الرغم من ذلك جاف للغاية بعيد عن نهر الموتشي لذلك كان عليهم بناء انظمة رأي معقدة للحصول على المياه من النهر الى الاراضي الجافة البعيدة وهكذا عاشوا لقرون وكانت الادلة تشير الى ان انظمة الرأي الخاصة بهم تمت تخلي عنها في اوائل القرن السابع الميلادي وان معظم الاجتمع انتقل الى الداخل اكثر انتهت الفترة المتوسطة بين حسار الناسكا والموتشي ليبدأ عصر الافق الاوسط في عام 600 حيث كانت هناك دولتان رئيسيتان خلال هذه الفترة دولة واري في الشمال في بيرو وتكوانا ابعد قليلا من الشمال في غرب بوليفيا الحالية وقبل قرن من اختفاء الموتشي بدأ الواري في التوسع في وطنهم في سفوح الجبال واسسوا مجتمعات صغيرة على طول الساحل وعندما اختفى الموتشي في النهاية انتشر الواري في الشمال حيث كانت الموتشي سابقا يعتقد انهم اعتنقوا معابدهم ودياناتهم وشاركوا في حرب باردة مع تيواناكو في الجنوب في نهاية المطاب انحدرت كل الدولتين بسبب الظروف البيئية مما ادى الى الفترة الوسطية المتأخرة في هذا الوقت ظهرت دولة جديدة وهي مملكة تشيمور في عاصمتها شانشان والتي ضمت 40 الى 60 الف نسمة كانت المدينة كبيرة وتحتوي على العديد من القصور محاطة بجدران يصل ارتفاعها الى 30 قدم وكان في احد القصور متاهة تؤدي الى حجرة مركزية متطورة مثل الموتشي اعتمد شعب تشيمو على الري واستخدموا شبكات واسعة من القنوات التي تمر عبر التلال والاودية لسقي المناطق الجافة ولكن في عام 1470 انهارت دولة شيمور ايضا بسبب الفيضانات والزلازل التي دمرت الشبكات الخاصة بالري وتعرضوا بعد ذلك لهجوم التدمير من قبل امبراطورية جديدة تحولت هذه الامبراطورية الجديدة الى اشهر الدولة في الانديز وهي الدولة الرئيسية في الفترة الزمنية الاخيرة او الفترة المتأخرة بداية القرن الثالث عشر ظهر الانكا في الهضاب البيروفية الى الجنوب حيث اسسوا مملكة قوية في جبال كوسكو على ارتفاع عشرة الات قدم وكان قادتهم يطلق عليهم اسم سبارينكا بدأ الانكا في التوسع في عهد ملكهم باتشيكوتي في عام 1438 واسسوا امبراطورية بالفتح العسكري لتحمل اسم امبراطورية توانتيسيو او مملكة الاربعة اجزاء وهما يعني اتحاد اربعة مناطق مختلفة وتوسعت الامبراطورية تحت حكم الملوك توباك انكا وتوبا انكا وهوانكا كاباك الى الاكوادور وسط تشيلي وحافة حوض الامازون حتى اصبحت الامبراطورية الامريكية الرائدة قبل الاكتشاف الاوروبي وكانت الامبراطورية المركزية تحت حكم باتشيكوتي حيث قسمها الى مناطق ومقاطعات مختلفة وكانت العاصمة تدار من كوسكو التي تم تقسيمها الى اربعة مناطق سكنية تم ادارتها بشكل صارب استعبد باتشيكوتي المواطنين في الامبراطورية حيث استخدم مجتمعات باكملها في العمل القصري وهذا ساعد في نجاح عمليات التوسع الاولى وتم النقل العمال الى مناطق مختلفة بالقوة للعمل في المناجم والمساعدة في التوسع والمساعدة في البناء لتتحول العاصمة من مدينة من الطين والخشب المقطع بالخش الى مدينة رائعة مبهرة من الحجر الرائع وكان ببنى الكوريكانشا هو اهم معبد في كل امبراطورية الانكا وكان مخصص لاله الشمس انتي وكان مغطى بالواح من الذهب بالنسبة لماتشو بيتشو الموجودة في شمال غرب كوسكو كانت حصن ضخم يعتقد انه تم بناءه لباتشكوتي غالبا ما يشار اليها بالمدينة المفقودة للانكا وهو المبنى الاكثر شهرة في الفن الانكا وكان اعظم انجازات الانكا الطريقة الذي يمتد لـ 25 ميل على الاقل من كولومبيا الحالية في الشمال الى تشيلي في الجنوب والذي كان اكثر الانظمة الشمولة وتقدما قبل الاكتشاف الاوروبي وقد اعتمد على الطريقين الرئيسيين الشمالي والجنوبي حيث كان الاول بالقرب من الساحل لكن الثاني كان مرتفع عبر جبال الانديز مع فروع ومسارات مختلفة بينهم وكانت هناك محطات استراحة على طول الطريق واستخدمت لنقل البضاع والجنود الطرق كانت مخصصة للمسؤولين او العمال في الامبراطورية فقط حيث يمكن للراكضين مثل شاسكي لاستفادة من هذا النظام لنقل المعلومات حتى 140 ميل في اليوم ازراعة كانت هي الوسيلة الرئيسية لانتاج الغذاء والازراعة في الجبال استخدم الانكا نظام الري باستخدام الهوائيات وهي تاريسات مدرجة على جوانب التلال وهنا استخدمت الدولة العمل الجماعي لانتاج محاصيل الذرة والبطاطس بشكل رئيسي وكان للدولة ايضا الكلمة الفصلة في العلاقات الشخصية حيث يلزم على الرجل الزواج من اقاربه من قبيلته في حين من حق النساء عدم الزواج على ان يتعهدن بالعثة ويعيشن كراهبات نجح اهل الانكا في السيطرة على منطقة الانتيز بسبب طبيعتهم الحربية تماما كما نجح الاستك في الميسو امريكا بسبب سياسة التجنيد الذكوري وكان جيش الانكا يتألث من ما يقارب المائتي الف جندي وهو اكبر من اي جيش اخر وكان يمكنه الانتقال عبر الامبراطورية بسرعة بفضل نظام الطرق الفعال والذي كان يوفر ايضا استراحات على طول الطريق وكان يتم نقل الامدادات بوسطة حيوان اللامة لانهم لم يكنوا يمتلكون العجلة فعندما يفتتح الانكا ار جديدة يعلمون سكانها اللغة الخاصة بهم وايضا يعلمونهم الدين لاندماجهم مع المجتمع على الرغم من عدم وجود نظام كتابة لدى الانكا لانهم استخدموا الكيبو وهو نظام للتسجيل الارقام باستخدام اسلاك معقودة الانكا كانت لديهم ثقافة غنية في الترفيه يتمحور حول المسرح يعتبر مسرح اولينتاي من الاعمال المحفوظة الشفاهية في تقاليد الكتشوة ومن ثم كتبت في عصر الاستعمار بالاضافة للمسرحيات انشاء الانكا ايضا الشعر الشفاهي الذي يرافقه الالات وفي نفس الوقت الذي تشكلت فيه امبراطورية الانكا تشكل ائتلاف فضفاض والذي كان يعتبر التحالف الاكثر تنظيم في امريكا الجنوبية ظهرت حضارة الموسيكا في الفترة المتأخرة وازدهرت حقا في الفترة الهيرونية المتأخرة بعد تشكيل ائتلاف الموسيكا هذه الحضارة كانت موجودة في كولومبيا وكان الجماعة الاكبر والاكثر اهمية بين مناطق المايا في الميزو امريكا وامبراطورية الانكا كان الشعب هذه المناطق يتميزون في اعمال الذهب الاسبان امنوا من ان مدينة الالدرادو الاسطورية كانت ضمن هذا الاقليم بالاضافة لحضارات والامبراطوريات الكبيرة في منطقة الانديس في كولومبيا وبيرو كانت هناك ثقافات اخرى اصغر تعيش في امريكا الجنوبية ايضا في حوض الامازون في غابات الامازونية كانت هناك العديد من الامم الصغيرة وكان المحليون يطلقون على واحدة من هذه القبائل اسم كامبابا وهي اشارة الى عادتهم في تصطيح رؤوس اطفالهم عن طريق ربط قطعة من الخشب على الجبهة وكانت الرؤوس المستديرة تعتبر علامة من التواحش الى الشمال استمرت فترة الاريك هناك حتى عام الف قبل ميلاد حيث اعتمدت المجتمعات في جميع المناطق على الصيد وعلى عكس الميزو امريكا لم يتم تقسيم الفترة بعد الفترة الاريكية الى مراحل ما قبل الكلاسيكية والكلاسيكية والما بعد الكلاسيكية ولكنها تعرف ببساطة باسم ما بعد الاريك في الشرق بدأ ذلك مع فترة الغابات الخضراء وهي مرحلة انتقالية بين الصيادين الاريكيين والمزارعين الذين سيأتون بعدهم شهدت فترة الغابات الخضراء المبكرة استمرار العديد من التقاليد الاريكية مثل بناء التلال وصنع الفخار ولكن مع الوقت اصبحت هذه الممارسات شائعة وفي هذا الوقت ظهرت شعوب الغابات الشرقية ذات المجتمعات الاكثر تعقيدا ليزيد عدد السكان بشكل كبير وتنمو فيها المدن ومنتصف فترة الغابات الخضراء بدأت تقاليد الهبويل تزدهر في الغرب الاوسط ثم انتشرت في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي لم تكن هذه الثقافات واحدة ولكن شبكة من الثقافات القائمة صنع الهبويل ثقافة خاصة في بناء القبور المليئة بالمجوهرات والفنون وفي نهاية فترة الغابات الخضراء بدأت تقاليد الهبويل بالانحدار اعتمدت ثقافة الغابات الخضراء على القوس والسهم مما جعل الصيد اسهل كما اعتمدوا على انتاج المحاصيل الزراعية مثل الذرة والفاصولية والقرع والتي عرفت باسم الاخوات الثلاث وبحلول نهاية فترة الغابات في عام الف كانت تتشكل ثقافة جديدة تعتمد على الزراعة المكثفة والعمال الارضية الاكبر حجما وهي ثقافة الميسيسبي والتي اشتهرت في وادي نهر الميسيسبي وبحلول عام 1200 بلغت ثقافة الميسيسبي ذروتها حيث امتدت في جميع انحاء الشرق والغرب الاوسط وقامت ببناء العديد من المراكز الحضرية اشار هذه المراكز كانت في كاهويكيا في ولاية الينوي الحالية وكان عدد سكانها 20 الف نسمة وكانت اكبر مدينة في شمال امريكا وظلت كذلك لمدة 600 عام في هذه المنطقة ظهر ما يسمى باسم تل الراهب وهو اكبر هرم في شمال امريكا كانت قاعدته اكبر من هرم جيزة في مصر وتم بناء العديد من التلال الصغيرة الاخرى في المدينة والذي بدت انها كانت تتحكم في السيطرة السياسية والدينية المركزية وعلى الكثير من الثقافة والترفيه لكسب الصداقات مع القرى المجاورة كان اهل الميسيسبي يلعبون لعبة تسمى تشانكي وكانت تلعب عن طريق اطلاق الحجارة على شكل قرص على الارض ورمي الرماح عليها حتى تهبط باقرب مكان الى الحجر كانت هذه اللعبة شعبية جدا واستمرت حتى بعد انهيار ثقافة الميسيسبي بدأ هذا الانهيار في حوالي 1400 وكان مصحوب بزيادة الحروب يعتقد ان العديد من السكان قد اندثروا وتم التخلي عن كهويكا المركز الحضري لثقافة الميسيسبي ومن الممكن ان هذا الانخفاض نتج عن العصر الجليد الصغير والذي كان فيه درجة الحرارة اقل مما جعل زراعة اقل كفاءة لم تكن ثقافة الميسيسبي فقط التي تراجعت في ذلك الوقت ففي حوالي 750 كانت هناك مجموعة من الناس بالقرب من الاربعة اركان وهي ولاية يوتا وكلورادو ونيو ميكسيكو واريزونا زاد عدد سكان هذه المجموعة ليصبحوا شعب وكانوا يعرفون باسم شعب البيلو القديم ولكنهم كان يطلق عليهم ايضا اسم النابايو او اناسازي وهو مصطلح مهين يعني العدو القديم مثل هوبويل اصلح النابايو مركز لنظام تبادل في الجنوب الغربي وخلق نظام من الطرق لتسهيل التجارة والافكار والمواد طور اهل هذه الحضارة بسرعة انظمتهم الخاصة للري وبنوا مركزهم الحضاري الخاص في كانيو تشاكو هذه المدينة المحصنة كانت تضم العديد من المنازل المتعددة للطوابق والتي تسمى بالبيليو باسقف خشبية حيث يمكن لعدة عائلات العيش بها تم بناء بيليو بينتو او البيت العظيم من قبل بيليو القديم على مدى قرون كانت البيوت العظيمة هي المكان التي يعيش فيها الاسر الاكثر ثراء في هذه البيوت كانت تقامل طقوس الدينية في كيذا وهي غرفة دائرية كبيرة تحت الارض وفي حوالي 1150 هاجر شعب البليو شمالا إلى الميسا بيردي في كولورادو لتبدأ مرحلة تعرف باسم فترة البوليبو العظيمة والتي عاش فيها البوليبو في مساكن صخرية معقدة وغرب في مواقع الصخور هذه المساكن الصخرية كانت تستوعب حوالي 100 شخص البوليبو عادوا جنوبا في وقت لاحق وبحلول عام 1350 انتهت فترة البوليبو العظيمة لكن أحفادهم لا يزالون يكافحون للبقاء مثل شعب الهوبي وقع انهيار للبيوليبو في نفس الوقت الذي حدث فيه انهيار للميساسيبي في الشرق تغير المناخ هو العامل أكثر احتمالا وبمجرد وصول الأوروبيين أدخلوا معهم الخيول والتي استخدمها الأباتشيو والنفايو للسيطرة على هذه المناطق الجنوبية الغربية عندما وصل الأوروبيين للمنطقة واتصلوا مع الشعوب لأول مرة لم يكن مع الشعب من هذه القارة كان ذلك في منطقة الكاريبي مع الشعب يسمى تاينو كانت تاينو جماعة تتحدث لغة الأرواك يعتقد أن هذا الشعب نشأ بالقرب من نهر إيرانكو في فنزولا قبل توسع إلى الجزر وكان هو المكان الذي ظهر فيه ثقافة التاينو في القرن الحادي عشر ومع مرور الوقت والاستفادة من الوصول إلى الزراعة والصيد زاد السكان مما أدى إلى نظام اجتماعي أكثر تعقيدا كان زعماء المجموعات المختلفة يطلقون عليهم اسم كاك وهو مشتق من مصطلح الحفاظ على المنزل وكان يرأسون جميع جوانب الاقتصاد والشؤون الدينية في هذه المجتمعات تم العثور على ملاعب الكرة مما أدل على أن التاينو كان لديهم تواصل مع ثقافات الميزو أمريكا وعلى الأرجح كان لهم تواصل مع المايا ومع الوقت بدأت مجموعة أخرى من القارة الأمريكية بالاستيطان في منطقة الكاريبي مما أدى إلى تهجير التاينو المحليين وأجبارهم على الانتقال شمالا بعيدا وكانت هذه المجموعة هي كالينغو أو جزر الكاريبي وكانت هذه القبائل هي الأكثر عنفا هم هناك بعض المؤرخين يشيرون لأنهم كانوا يهاجمون التاينو بشكل مستمر ويأسرون نساؤهم وكانت هذه القبيلتين التاينو والكاريب هما الذين التقوا بكريستوفر كولومبوس والذي أدى إلى الصراع بين العالم القديم والجديد أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حازت على رضاكم تحدث فيها عن أهم الحضارات في العالم الجديد قبل دخول كولومبوس للقارة وبإذن الله مستقبلا سأستمر بالكلام عن حضارات العالم الجديد شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة اشتركوا في القناة